السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ إذا رأيكم تشوفوا في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغط وعلى زل الاشتراك للا تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أي حاجة جديدة نديرها توسلكم نروحوا مباشرة للوصفة في الوصفة اليوم سنحضروا واحدة تحلية بنينة بنينة بالبزاف بمقادير اقتصادية تحطوها للضياف ومام الأرواحكم يعني تكونها كراقية وكما تشوفوا معي مقادير بزفزف اقتصاديين وسهلين نروحوا مباشرة للمقادير بالنسبة للمقادير للوصفة سنحتاجوا هنا لتر الحليب حليب نتع شكارة عندي هولات شكارة هنا عندي زوج ياوغت عندي ياوغت تعال كارامل هذا تعال 10 دينار درت زوج وانا عندي ياوغت دانات تعال شوكولة إذا لم تحصلتوش على دانات ديروا زوج من هذا تعال 10 دينار بدوق الشوكولة تنجمو تديروا زوج تا شكرا وزوج تا كارامل نروحوا دروك شا قد نديروا أول حاجة نديرها هي نجيب هاد الطعوة التاعي ونفرق فيها كامل هاد الليتر تعال الحليب الحليب تنجمو تديروا تعال العلبة تعال كونديا ولا اختيار يبقى لكم انا دروك بعد ما كملت وفرقت تاك الحليب سنجيب حليب مجفف يعني حليب غبرة سنجيب منه 4 ملاعق كبار إلا ما عندكم حليب مجفف لا تديروش يعني هذه اختيارية كل واحد ومقدورة نروحوا دروك الحاجة الزوجة هي نجيب 4 ملاعق كبار من المايزينة نشاء الدورة كما هكا نحطهم كامل 4 ملاعق من نشاء الدورة سنجيب السكر بالنسبة للسكر انا درت 5 ملاعق كبار على ما كترتش السكر خرش درجة سيزيدوا لها اليا وقت واليا وقت تاني في السكر يعني باش يجينا الدوق متعادل هنا ندرت 5 ملاعق كبار على السكر بهالطريقة دروك ونبدأ نخلط في هاد المقادير بارد في بارد يعني لقى المقادير قبل ما ندوهم فوق النار لقى يكونوا تخلطوا مليح ودابوا مع الحليب باش مينشي من الدور بارد خاتش كون نخلوهم كما ندوهم فوق النار غد يهودونا من تحت والميزيناتهود من تحت وغيتحرقنا كامل هاد الخالط وميجيش شباب هنا فوق النار شعلت على نار تكون متوسطة نقولكم ونكرر نار تكون متوسطة ونبدو نخلطو في هاد الخالط يعني ما نتوقفوش من التخلاط يعني نقولوا غير نخلطو كما التحليات يدرتو معاكم مقبل نقول نخلط مليحة مليحة هنا هاكا حتى نشوفوه بدل بدايك كش ما نقولو بدايت دخلها النار هنا نشوفو رها بدايت دخلاتها النار لكن ما زال ما نقلعوش دروكم النار يعني نخلوه حتى يغلي يغلي مليحة باش يتقال معايا كيما هاكا في الطريقة هنا بدايت دخلها الغلايا لكن ما زال نقودو نخلطو باش ما يطلحش معانا ويفيد من احسن ديرو اينا يكون كبير ولا طاصة هنا صايرها غلا معانا وراح تحصلنا على ذاك القوام نحطها ونبدا نخلط فيها المقادين نخلطهم مليح مليح ونكونوا طفينا هنا كما كنت تشوفو بعد ما طابت وغلات مليح ندروك نجيب الزلافة ونفرق كامل التحلية ودروك جبت هنا هاد الافاني الافاني قدرتنا تعليكيد يعني لما عندكمش تعليكيد ما تديروه تديروه على سكر ولما عندكمش ما تديروه هاشقاع فقط باش يجي تدوقها كشباب عندما ما كملت سنجيب بلاستيك غدائي ونحط هاد البلاستيك الغدائي في الوجهة تا هاد الكريمة التاعي هنا فقط انا ما كنت احتاج بالمقص اقبلني هنا مع كتيد قاضبة ويد الاخر ابيها تلاخر نقدر وكن قعد نسقم فيه نديرها على كامل الوجهة هاد الكريمة وهذا يخلي هاد الكريمة التاعي تبرد دمليه بحاد الساعة ولا ساعة ونص حتى تبرد دمليه يعني ما تقعدش دافيه وهنا مورما برد معايا خالد نديرها على هذا البلاستيك نخلص منه ثم نجيب الباتر التاعي انتم لا توجد باتر لا توجد باتر لا توجد خلط كهربائي نحاول هاد الكريمة التاعي نحاول نخلطها برطوليه ونبدأ نخلط في هاد الكريمة بالباتر التاعي كما قلت لكم انا ما عندكم ش باتر خلطوها غير برطوليه بسرعة بشد الكريمة تلك تلي صلحة تحق حصلوا عليه ما جاري مسائل ما تقلي يعني يكون في الوسط شوفوا هنا قام كما هكا هناك انا كمشتوه انا كمشتوه سأقوم بها بالكرامر وباليوخ دوق كامر دوق شكورا ثم لكم اختيار بغيتو تخلوه كما هكا وتراكلوه كما هكا بغيتو تزيدوه لابن زيدوه لابن زيدوه يجب الكثير من الناس سوف نقسم الخالطوة هنا على ثلاثة بشيء ودرك مرما قسم الخالطوة على ثلاثة هنا انا اضعوا واحد اضعوا شوكو واحد اضعوا كرامل وهذا الخالطوة الذي يمكنكم ان ترونه هذا قضبت ماكسون هذه كتابة فتحنتها ودرتها مع الخالطوة تضعوا تخليه ابيض لكن بالماكسون يجب الكثير من الناس تحليات هنا حضرت التحلقات التي طاعتنا ودرتها تماما اضعوا اضعوا هنا اضعوا الطبقة الزوجة ونضعها هنا شوكو يعني الذي يريد شوكو كما هكا اضعوا 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 ندخلها في الخالط هذه الطبقة التالية سوف نضعوا هذا كرامل صراحة لا أريد شوكو لكن كثير من الناس يتبعوني لا يوجد شوكو الناس لأم التي تبغيها لها وقلت المتابعين يريدون ونضعوا لكم هنا اضعوا الكثير من الناس التي تقوم بها ملاعق كبار من الطبقة المتابعين ونكمل كامل كيسان ونعمرهم طبقة أولى بالماكسون هنا وعمرت كامل كيسان طبقة أولى بالماكسون سنجيب هنا طبقة زوجة الكرامل أنا لا أدرك هنا فوقها لكي يجد طبقة كحلة وطبقة بيضة وطبقة تالية شوكولاتة هنا نضعوا ونكمل كامل كيسان طبقة الأولى يعني نضعوا طبقات وطبقات وطبقة الكرامل ونعمر ثم نضعوا طبقة ونعمر ثم نضعوا ملاعقة كبار كما رأيت كريمية أنا سنكمل كامل كؤوس ونرى لكم كيف يجو في طبقة تقديم ونكملنا تحلياتنا تحليات الماكسون شوفوا كيف يجو كيف يجو الطبقات فالحق هذه التحليات سهلة كما جاءت واقتصادية خمسة كؤوس لخطر كبار عربية خمسة ولكن كؤوس يكون قليلا صغير لكم تحليات لكم معلومة ضع لديكم كريمية اذا اعجبت تحليات كريمية كريمية اضع شكورة بتوضيح ترميها كريمية كما هكذا انها مازال ما دخلتها الى سبرد يعني مازال ما حكمت شرحها مليح هذه هي تحليات تعنات عنها اليوم ودرك معي اغنقلكم انشاء الله الى عجبتكم الوصفة لا تنسوك تضيرو لي جام تحت في الفيديو لا تنسوك تبخلوني اشبت تعليقات تتاوحكم هذه هي تحليات تعنات ودرك معي اغنقلكم الى اللقاء وعجبتكم الوصفة عودوا قولو لي تحت في الكومنتر الى اللقاء الى وصفات مقبلة باذن الله دمتم في رعاية الله وحبكم